فكرة أومضت من فضاء برنامج تلفزيوني فأضاءت في سماء الشعر جمعية للشعراء العرب موسم ثاني يجمع الشعراء من مختلف أرجاء الوطن العربي من برنامج بيت القصيد في قناة الرافدين انطلقت فكرة الجمعية الدولية للشعراء العرب ومنها انطلق هذا المهرجان العظيم مهرجان الشعر العربي في اسطنبول 2019 مجموعة من الشعراء العرب جمعتنا هنا بلاد مهجر تركيا وتركيا صراحة فتحت باب كبير لنا لنحقق حلم كنا نتحاور حوله هو غرس راية ولواء العربية في بلاد مهجر خمسة وخمسون شاعرا من ستة عشر بلدا حضروا إلى اسطنبول ليشاركوا في فعاليات المهرجان الثاني للشعر العربي المتواصل لثلاثة أيام يصدح خلالها الشعراء بقصائد تروي حكاية الوجدان العربي والإنساني وتجسد واقعه الأليم وتفتح باب التفاؤل لمستقبل أفضل بيت شعري صدره دجلة وورده الفرات يصب في شط القصائد وطن شامخا مثقلا بجراحه عراقيون شعراء حملوا القصيدة إلى هنا قافية رافدينية مثل ما تعلمون العراق بلد الجواهري بلد السياب بلد نازك الملائكة عبد الرزاق عبد الواحد لا بد أن تكون المسؤولية كبيرة على عاتق الشعراء العراقيين في كل المهرجانات ولا بأس بأن نقدم ما نجد له مناسبا لندلو بدلونا في هذا المهرجان عيناك من تمر وثغرك سكر فبأي آلاء البلاد أفكر يا أجمل الأوطان جئتك في يدي شعر عراقي الملامح أسمر مشاركة شعراء كانت انتفاضة في وجه الركود الأدبي الذي تشهده الساحة العربية بسبب فوضى السياسة والمصطلحات التي حالت بين الإبداع والذائقة الأدبية ماء وأيهما الثرى أشباه نبتة وجذر الخطوتين مياه في غفوتين وحظرة بسكينة صمتان باحة والقلوب شفاه هي فرصة للتلاقح الفكري وتبادل الخبرات وإرواء النفوس المتعطشة إلى مطر البلاغة والبيان تجرع آلام الزمان دهورا فاروق شريف قناة الرافدين الفضائية نعم فأنا وحد الغريب حضورا